بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأحباب في لقائنا الأسبوعي الذي نتحدث فيه عن كتاب أبطال صغار والمقصود بهذه السلسلة فئة الشباب والناشئة هو أيضا الكبار لكنه كتب بأسلوب يناسب هذه الشريحة وفي شكل قصة حتى يعني يساعدهم على القراءة وعلى الاندماج في الموضوع وكما قلنا المقصود بأبطال صغر أنهم أبطال منذ الصغر كانوا أبطالا فوق العادة لم ينظروا أو لم يعيشوا فترة الطفولة على أنها فترة لله واللعب والتنصل من المسئولية وكلما تحدثت مع أحدهم قال لك أني يعني في فترة الطفولة أو الشباب والمفروض أننا أتخفف من مثل هذه الأعمال ويجب على الكبار أن يعفونا من مثل هذه الأمور أبدا لم يقولوا ذلك وإنما قاموا بواجبهم وبمسئولياتهم فقضوا أوقاتهم إما في العلم أو الاستزادة أو في ميادين العمل المختلفة في الحياة بحسب ما يطلب من كل منهم وبطلنا الذي نتحدث عنه في هذه الليلة هو بطل فوق العادة هذا الفتى المدهش الذي نلتقي به هو بطل فوق العادة بطل من طراز فريد من الأبطال بكل ما تعنيه الكلمة تقف أمام بطولاته وشجاعته وتضحياته كل البطولات التي عرفتها البشرية في خشوع وإجلال فإذا كانت البطولة تعني عند البعض الشجاعة والقوة والإقدام والجسارة فإن شجاعة بطلنا في ساحات القتال شيء يشبه الأساطير وإن كانت البطولة تعني رجاحة العقل والنبوغ في العلم فصاحبنا يعد واحدا من المشهود لهم بالتفوق والبروز في هذا المضمار وإن كانت البطولة تعني العبادة والاستقامة والزهد والورع فهو راهب في محرابه صائم قائم آناء الليل وأطراف النهار لا تراه راغبا في زينة الدنيا ومباهجها إن بطولة هذا الشاب تشمل كل ذلك إنها بطولة فريدة ومتميزة حقا تعجز الكلمات عن وصفها أو الإحاطة بها وقد بدأت أمارات هذه البطولة تلوح في الأفق ويحسها المحيطون به منذ طفولته المبكرة وقبل أن يبلغ العاشرة من عمره لذلك قلنا أنه يجب على الآباء دائما مراقبة أبنائهم إن وجدوا انحرافا أو سلوكا غير مبشر عالجوه إن وجدوا نبوغا وتفوقا يعني أخذوا بيد هذا الابن وساعدوه على تحقيق ما يحلم به ولك أن تتخيل مدى رجاحة عقله ونباهته التي تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وهو في العاشرة من عمره ويناقشه كما يناقش الكبار الراشدين وبعد حوار طويل مع سيد الخلق يختار هذا الفتى الدخول في الإسلام عن اقتناع تام وبينة من الأمر ويصبح بعدها شديد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلازمه ملازمة الظل لصاحبه فيجد فيه الصدق والأمانة والعطفة والأبوة وكل صفات الكمال إنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من آمن بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشباب ولم تكن هذه ميزته الوحيدة فما أكثر مزاياه وخصائصه قال ابن عباس رضي الله عنهما لعلي بن أبي طالب أربع خصال ليست لأحد غيره هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان لواءه معه في كل زحف وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره وهو الذي غسله وأدخله قبرة وما أن لامس الإيمان شغاف قلبه حتى أصبح مضرب المثل في الثبات على الحق والتضحية والبطولة وكرس حياته بالكامل لخدمة دين الله ودعوة الناس بالحسنة إلى السير في طريق الحق كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في بداية إسلامه يصل في الخفاء كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم تجنبا لوقوع صدام بينه وبين أبيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على أن لا يكون هناك في المجتمع صدام أو يتعرض أنصاره وأتباعه الذين يعني يؤمنون بما جاءهم من عند الله عز وجل يتعرضون لإيذاء أو يلحق بهم ضرر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر الأمر وهو نعم الأب والمربي والمعلم والمسؤول فكان ينصحهم بما يطيقونه لا بما يشق عليهم صلواته ربي وسلامه عليه فهو نصح علي في البداية أن يصلي في الخفاء لكنه ذات يوم عندما كان يصلي رأاه أبوه وهو على هذه الحال وأحس الفتى بذلك يعني شف أو أحس أن والده دخل عليه فلم يفزع مثله في هذا الوقت قد يضطرب لكن علي لم يضطرب ولم يقطع صلاته بل أتم صلاته في خشوع تام فلما انتهى من الصلاة سأله أبوه ماذا كنت تفعل يا بني فأجاب علي يا أبتي لقد آمنت بالله وبرسوله وصدقت ما جاء به واتبعته وعلى الرغم من أن أبا طالب كما نعلم لم يدخل في الإسلام فإنه كان يؤمن في قرارة نفسه بأن ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق فهو لم يجرب عليه كذبا قط كما كان يشهد له برجاحة العقل والاستقامة لذلك يعني مسح على جبين ابنه وربت على كتفه وقال في حنو وشفقه أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فلزمه سبحان الله يعني رغم أنه يخالفه ورغم أنه لا يتبع دينه ورغم أنه ظل على ما كان عليه حتى مات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن ينطق بكلمة الشهادة لكنه أبى ومات على ما كان يعتقده ومع ذلك رجاحة العقل وشيء من الرجال تأبى أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه هو يقول لابنه إلزمه فإنه على الحق ولا يعني يقودك أو يرشدك إلا إلى الحق ولم يكن الصبي في الحقيقة بحاجة إلى مثل هذه النصيحة لكن سماحة أبيه ومقابلته لأمر إسلامه بهذه البساطة بعثت في نفسه الراحة والسكينة والطمأنينة وواصل اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والقيام بما يوكله له من مهام سمح أبو طالب لابنه بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقضي أكثر وقته معه صلوات ربي وسلامه عليه فتعلم على يديه وتخلق بأخلاقه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحن عليه حنو الأبي على ابنه ولا يبخل عليه بالنصيحة والتعليم خاصة وهو يرى فيه أمارات النجابة والفطنة والذكاء وفي المدينة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي الوليد وكان أول أساس يقوم عليه هذا البناء هو المحبة والإخاء فآخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فجعل لكل رجل من الأنصار أخا من المهاجرين له حقوق الأخوة الكاملة وعليه واجباتها وبهذا العمل الرائع دمج الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين ووحدهم وجعلهم أسرة واحدة متحابة متكافلة وهذا الصنيع لم تشهد البشرية له مثيلا على الإطلاق وهو يدل على متانة العلاقة بين المسلمين وتمكن أخلاق الإسلام منهم يعني أرجو أن يسمح أو يسمح لي بتعليق على هذه الحادثة المفروض المسلم عندما يهاجر أو ينتقل من بلده إلى بلد آخر للعمل أو لأي سبب من الأسباب يجد العطف والحنوب والترحاب من إخوانه المسلمين في هذا البلد لا أن يكون يعني أو يلقى منهم معاملة سيئة كما يحدث في بعض البلدان أو من بعض الأشخاص صحيح أنها أمور فردية يعني يقوم بها أفراد لكن هؤلاء لو علموا حقيقة الإسلام وأن الإسلام يقوم على المحبة والتكافل وأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وأن أرض الله واسعة ومن ثم وجب استقبال المسلم أو اللائذ أو من يعمل معه بمحبة وترحاب لحلت كثير من المشاكل وهو عكس ما نراه في بعض الأماكن كما أشرنا وتطلع الصحابة إلى الشخص الذي سيختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون أخا له النبي آخ بين فلان وفلان وفلان فكلهم انتظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو يعني من نصيبه أن يكون هو أخاه وهي له من شخص محظوظ حقا من يصبح أخا لخير خلق الله ولا شك أن كل واحد منهم كان يتلهف لنيل هذه المكانة العظيمة وتهفو نفسه إليها وكان هذا الشخص المحظوظ الذي كتب له أن ينال هذه المكانة هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه فقد ربت النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وضمه إلى صدره وقال وهذا أخي ويا لها من لحظة فارقة في حياة هذا الفتى الشجاع أهلته مكانته ومنزلته عند الله ورسوله أن ينالها ويا له من شرف مستحق ناله علي الفدائي البطل والمؤمن التقي ومرت الأيام مسرعة وفرض على المسلمين خوض الحروب والمعارك ضد الكفار دفاعا عن وجودهم أقول فرض نعم فرض المسلمون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالحسنة وباللين والكفار هم الذين صدوا عن سبيل الله وتعقبوه وكان أهله وذوه وأقاربه وسادات قريش يتتبعونه في كل المواسم ليصدوا الناس عن دين الله عز وجل وعندما هاجر إلى المدينة أيضا لم تتوقف حملاتهم وتشويهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وتحريضهم واتفاقهم مع اليهود وغيرهم لاستئصال المسلمين لذلك نقول أن هذه الحروب فرضت على المسلمين أو خوض هذه الحروب فرض فرضا على المسلمين دفاعا عن وجودهم وكان من واجب كل مسلم قادر على الجهاد والدفاع عن دينه أن يقوم بدوره في هذه المعارك الفاصلة والحاسمة وكان علي رضي الله عنه وأرضاه واحدا من هؤلاء الجنود الشجعان الذين لا يهابون العدو ولا يخشون الموت وتستطيع أن تثبت مشاركته في جميع الوقائع والأحداث المصيرية في تاريخ الإسلام يعني تقدر تقول أن سيدنا علي شارك في كل المعارك والغزوات التي يعني عاصرها بدءا من غزوة بدر الكبرى وانتهاءا بحروب الردة وتسيير الجيوش لفتح البلدان ونشر الإسلام في ربوع الأرض ففي غزوة بدر الكبرى دعا الوليد بن عطبة عليا لمبارزته فبارزه علي وقتله وكان ذلك فاتحة خير لانتصار المسلمين في هذه الغزوة المباركة ونقول الوليد بن عطبة ونتكلم عن فارس يعني وصاحب قوة فعندما يدعو علي فعادة الفرسان لا يدعون إلا من يتوسمون فيهم يعني القوة والقدرة فكان قتل علي له في بداية المعركة فاتحة خير على المسلمين وفي غزوة أحد وبعد أن كان المسلمون منتصرين في أول الأمر تحول هذا النصر إلى هزيمة بسبب مخالفة الرماة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم عندها أظهر علي رضي الله تعالى عنه في هذه الأجواء الرهيبة شجاعة فائقة لا مثيل لها فقد سارع بعد استشهاد مصعب بن عمير الذي كان يحمل لواء المسلمين إلى حمل ذلك اللواء وراح يقاتل قتال الأبطال وهو يحمل الراية ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدب عنه المشركين وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين وسقط منهم نحو سبعين شهيدا وسبعين جريحا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء وراح يضمد جراح المصابين في تلك المعركة وكان من بين المصابين هذا البطل الشجاع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يداويه ويدمد جراحه بنفسه وقد وصف أحد الصحابة جروح علي البليغة حتى نعلم ونرى يعني أن الأمر لم يكن نزهة أو لعبا يصف هذه الجروح البليغة لرسول الكريم في هذه المعركة بقوله يا رسول الله لا نعالج منه جرحا إلا نفتق منه جرح يعني بنعالج بمكان وموضع نلاقي أماكن أخرى فاقترب الرسول صلى الله عليه وسلم منه ونظر إلى جراحه التي تملأ جسده وأثنى على شجاعته النادرة وقال له إن رجلا لقي هذا كله في سبيل الله لقد أبلى وأعذر يعني قام بما طلب منه وأكثر ولئن كانت شجاعة علي شيئا يفوق الوصف كما رأينا في هذه المواقف فإن شجاعته يوم الخندق كانت أشبه بالأساطير فقد استطاع جماعة من المشركين أن يتسللوا من إحدى الثغرات إلى بعض الحصون التي يحتمي بها المسلمون وكان عمر بن عبد ود قائد المشركين في تلك المعركة وكان من أشجع الفرسان في تاريخ العرب لا يدخل معركة إلا وهو محصن بالدروع السابقة كما كانت قامته الطويلة وقوته الخارقة تخيف خصومه فراح يصيح بأعلى صوته ألا من مبارز فلم يخرج له أحد ليبارزه فهو عما يقول هذا الكلام والمسلمين منتظرين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني يختار أو يعني يحدد أو يرى يعني ما يرى في شأن هذا الكافر الذي يتحدى المسلمين ولما رأى علي غروره وكبره أصر على مبارزته وقال ويتوشح سيفه أنا لها يا نبي الله ولما رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إصرار علي على مبارزته سمح له بالمنازلة وقبل أن تبدأ المبارزة أخذ علي يدعو على هذا الرجل المتغطرس يعني يدعوه للإسلام فقال له يا عمر إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه فأجاب عمر أجل فقال علي فإني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام يعني شايفيني السماحة والود وليس الخوف وإنما هو يريد أن يذكره بموقف ولعله يفيق ولعله يعود ويكون مكسبا وبدلا من أن يموت على الكفر يموت في سبيل الله ويموت هو مسلم لكن عمر بن عبدود رفض وتماد في غروره وحاول استفزاز علي بكل السبل ليخرجه عن هدوئه ورزانته ولكن دون جدوى علي على ثباته راح عمر ينظر إلى علي نظرة سخرية واستهزاء وحاول التقليل من شأنه وقال ألا يوجد من أعمامك من هو أكبر منك سنة فأدعوه ليبارزني لأنني أكره أن أري قدمك وأنت غلام صغير فأجابه علي بن أبي طالب في قوة وحزم لكني والله أحب أن أقتلك في سبيل الله ولا أكره أن أري قدمك وخاض عري معركة رهيبة وطويلة مع هذا الفارس المدجج بكل أنواع السلاح حاول عمر خلالها أن ينال منه بشتى السبل لكنه وجد نفسه في مواجهة مع بطل من طراز فريد بطل غير هياب ولا وجل وغير حريص على الحياة فانهار في نهاية الأمر أمام ضرباته المتتالية وسقط على الأرض مدرجا بدمائه وعلت أصوات المسلمين بالتكبير والتهليل ابتهاجا بمقتل هذا الخصم العنيد عمر بن عبد ود الذي رفض دعوة علي للدخول في الإسلام وأصر على مبارزته فكانت هذه نتيجة عناده وبفضل طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم نشأ علي على مكارم الأخلاق وتجسدت في شخصه الصورة الناصعة والمشرقة لهذا الدين العظيم وراح يحفظ آيات القرآن الكريم فور نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتهد في معرفة تفسيرها والوقوف على سبب نزولها كما كان مضرب المثل في البطولة والشجاعة بحيث ينظر أن تجتمع مثل هذه الصفات في شخص واحد يعني ممكن للاقي صفة تميز كل إنسان لكن أن تجتمع كل هذه الصفات وكل هذه الشمائل في شخص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهذا يعني من الصعب أن تجتمع في إنسان ويكفي أن نستعيد موقفه ليلة الهجرة وقيامه بهذا الدور العظيم الذي لا يقوم به سوى الأبطال الشجعان الذين نظروا حياتهم لله عز وجل لندرك مدى شجاعته وتضحيته في سبيل الله إنها شجاعة من نوع خاص لا يقدر عليها إلا عري بن أبي طالب ونظراؤه من الرجال ولذلك اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهمة فقد استدعى الرسول الكريم عليا عند هجرته وأمره أن ينام مكانه وذلك للتمويه على المشركين الذين كانوا يقفون أمام منزله ينتظرون لحظة خروجه صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وحتى يرد الأمانات إلى أهلها فقد كان لدى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودائع وأشياء ثمينة ائتمنه عليها أهل مكة فندب علي للقيام بهذه المهمة الخطيرة والعظيمة سبحان الله حتى والنبي مطارد صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من بيته بسبب مضايقة هؤلاء وتضييق هؤلاء عليه في أمر الدعوة لكنه كان يحرص على أداء الأمانة إلى أصحابها ويعرض ابن عمه عليا رضي الله عنه يعني لما يمكن أن يصيبه لكن في سبيل أداء مهمة مقدسة ولا شك أن عليا كان يعلم تماما أن مبيته بفراش النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرضه لبطش هؤلاء الكفار حين يكتشفون أنه قد خدعهم ونام مكان محمد صلى الله عليه وسلم حتى يساعده في الخروج ومع ذلك لم يتردد لحظة في القيام بهذه المهمة التي كلفه بها النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بل امتثل لأمره في رضا تام ودون مناقشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شجاعته وصدق إيمانه وثباته كما كان يعرف ما يمكن أن يدور بخلده ولذلك لم يشأ أن يتركه قبل أن يبث الطمأنينة في قلبه فقال وهو يودعه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر بما يوحي إليه به ربه ولذلك اطمأن علي وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الله على آذان الكفار حتى الصباح ولما استبطأوا خرج محمد صلى الله عليه وسلم لما استبطأوا خروجاً النبي صلى الله عليه وسلم أي الكفار قرروا أن يقتحموا عليه بيته فكانت المفاجأة الصادمة حيث وجدوا بدلاً منه هذا الصبي الصغير بينما محمد صلى الله عليه وسلم لا وجود له ولا أثر له فجن جنونهم وكادوا يفتكون بالصبي تنفيساً عن غضبهم لولا أن أحدهم منعهم من ذلك وراح يقول لهم أتقتلون صبياً صغيراً لا ذنب له ونجع علي ولم يصبه أذن كما أخبره الصادق صلى الله عليه وسلم وأدى المهمة التي كلفه بها الرسول صلوات رب وسلامه عليه على أكمل وجه فقد ظل ثلاثة أيام متواصلة يرجع الأمانات إلى أصحابها ولا شك أن هذا الصنيع العظيم يظهر حرص الرسول صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه على الإعلاء من شأن المبادئ والأخلاق ويعد درساً بليغاً لكل الناس في وجوب إعطاء الحقوق لأصحابها مهما بلغت ومهما تكن الظروف فعلى الرغم من ظلم الكفار البين للمسلمين واستيلائهم على أموالهم وإخراجهم من ديارهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسي مبادئ الحق ويعلي من شأن القيم النبيلة التي ينبغي أن تحكم تعاملاتنا فإن المسلم لا يتصرف من واقع رد فعله وغضبه ولا من خلال أهواء نفسه ودوافع الانتقام لكنه يلتزم بحكم الشرع ومبادئ هذا الدين العظيم في سلمه وحربه وفي رضاه وغضبه وبعد أن أدى علي مهمته على أكمل وجه هاجر إلى المدينة المنورة والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعيش في كنفه كما يعيش الابن في كنف أبيه كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخرج من معركة ليدخل معركة أخرى كما هو حال كثير من الصحابة ولا نريد أن نطيل في الحديث عن ذكر أسباب هذه المعارك وتبريرها وتفسيرها ولكن يكفي أن نشير هنا إشارة عابرة إلى أن أكثر هذه المعارك التي خاضها المسلمون لم يكونوا هم البادئين بالحرب فيها وإنما فرضت عليهم فرضا وكان المسلمون حريصين عند نشوب القتال بينهم وبين أعدائهم على الالتزام بمجموعة من المعايير الأخلاقية التي ينظر أن تلتزم بها أمة من الأمم ويمكن الرجوع في ذلك إلى المراجع التاريخية وكتب السيار والمغازي نعود إلى علي وبطولاته وتضحياته ونقول بعد الامتهاء من غزوة الخندق والدور الكبير الذي قام به علي في كسر شوكة المشركين وقتله لقائدهم عمر بن عبدود استدعاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لخوض حرب أخرى هذه المرة كانت مع اليهود بعد أن تآمروا مع قريش والأحزاب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم رغم مواثيقهم وعهودهم معه كان اليهود متحصنين داخل قلاع منيعة للغاية فوجد المسلمون صعوبة بالغة في اقتحامها وحاول العديد من كبار الصحابة اقتحام هذه الحصون لكنهم عجزوا عن ذلك حيث لم يكن الله قد أذن بفتحها بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بعجز المسلمين عن اقتحام هذا الحصن لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه وتاق كل مسلم أن يكون هو هذا الرجل الذي يفتح الله على يديه وأن يكون هو من يحبه الله ورسوله حتى أن عمر بن الخطاب رغم كراهيته للإمارة تمنى أن يكون هو حامل تلك الراية في ذلك اليوم يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما تمنيت الإمارة قط إلا ذلك اليوم رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله ووقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم على علي رضي الله تعالى عنه فأعطاه راية المسلمين وجعله على رأس جيش كبير وأمره بالتوجه لفتح هذا الحصن المنيع سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فنهض علي من مكانه وقال ها أنا ذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم كذ هذه الراية فانض بها حتى يفتح الله عليك وحمل علي الراية وقاد كتيبة من الأبطال الذين عقدوا العزم على عدم الرجوع حتى يحققوا النصر بإذن الله وأمام باب الحصن المنيع راح علي ينادي يا معشر يهود أنا علي بن أبي طالب والذي نفسي بيده لا أذوقن ما ذاق حمزة أو لا يفتحن الله لي وما أن سمع اليهود نداء علي وصوته المجلجل حتى امتلأت قلوبهم رعبة وراح كل منهم يبحث عن مكان يختبئ فيه واندفع علي هو وجنوده الأبطال نحو باب الحصن مكبرين ولم يستغرق فتحهم للحصن زمنا طويلة وتهاوى اليهود وترنحه أمام سيوف المسلمين وأمام تكبيراتهم وثباتهم وحقق المسلمون نصرا مؤذرا على اليهود في تلك الغزوة وفي هذه الغزوة ظهر المزيد من بطولات علي وأمارات شجاعته وقوته المتناهية التي ظهرت كل من رآها ولا عجب فهو أول فدائي في الإسلام وربيب بيت النبوة وقد استحق ما وصفه به الشاعر لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وإلى جانب شجاعة علي وبطولته الخارقة كان علي رضي الله تعالى عنه يتحلى بقدرة كبيرة على ضبط النفس وعدم التهور فشجاعته محكومة بكتاب الله وسنة رسوله ففي أثناء فتح مكة كان سعد بن عبادة يحمل الراية على رأس مجموعة كبيرة من المسلمين وكان سعد الممتلئا غضبا إذ لم ينس ما فعى له أهل مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فراح يتوعدهم بالويل والعقاب وسمعه بعض الصحابة ويقول اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل فيه الكعبة ونقل الصحابة ما قاله سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صوله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدخل مكة مقاتلا ولا يحب أن تراق الدماء فقد كانت السماحة والرحمة والعفو عند المقدرة من كريم سجايا فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يحمل هو الراية بدلا من سعد تفاديا لأي صدام أو قتال وقال لعلي أدرك سعدا وخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها وامتثل علي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الراية بدلا من سعد ودخل مع جيوش المسلمين مكة دون قتال ولم ترق في ذلك اليوم قطرة دم واحدة وقد تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عما فعلته قريش معه ورأى الجميع من جميل عفوه وسماحة نفسه ورحمته ما تعجز الكلمات عن وصفه فقد جمع أهل مكة وزعماءها وخاطبهم قائلا يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء وبعد فتح مكة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لدعوة بعض القبائل العربية القريبة من مكة إلى الإسلام باللين والحسنى وأمره أن يتجنب تماما إراقة الدماء ويبدو أن الأمور صارت على غير ما قدر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد تصرف بعض أفراد هذه القبائل بصورة أغضبت خالدا فاضطر إلى قتال هؤلاء الأفراد وعقابهم على سوء صنيعهم ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعه خالد بن الوليد غضب غضبا شديدا واستدعى على الفور رجل المهام الصعبة علي بن أبي طالب ليصلح ما قام به خالد وأوصاه قائلا يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب مالا ليدفعه لأهل القتلى عوضا لهم عما لحق بهم وتبدل الموقف تماما بعد ذهاب علي فقد أدى مهمته بنجاح وعلى أكمل وجه فقد نصح لله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعرف هذه القبائل بحقيقة الإسلام ومبادئه بأسلوب مؤثر ورائع ولم تغير الأيام عليا ولا نالت من عزيمته وشجاعته بل ظل على ثباته وشجاعته في أصعب المواقف وأكثرها حرجة فلم يجب يوما عن مواجهة أعدائه ولم ينسحب من قتال اللهم إلا إذا كان في ذلك حقن لدماء المسلمين أو دفع لفتنة ولا شك أن هذه البطولات وتلك القوة في الحق قد بدأت منذ نعومة أظفاره ولم تكن تلك بطولاته وتفوقه في ساحات القتال فحسب ولكنها كانت في شتى ميادين الحياة أما علمه رضي الله تعالى عنه فقد بدأت رحلته في طلب العلم مبكرا فقد أسلم في سن صغيرة كما ذكرنا ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحفظ عنه كل ما يقوله ويعيه وقد روى كثيرا من أحاديثه وأخباره صلى الله عليه وسلم وبفضل تلك الصحبة أصبح علي مدرسة قائمة بذاتها في الفقه والعلم والقضاء تشد إليه الرحال طلبا للعلم وقد روى عنه كثير من الصحابة والتابعين منهم بنوه الحسن والحسين ومحمد وعمر ومنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب والأحنف بن قيس وأبو عبد الرحمن السلمي وخلق كثير غيرهم وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعين به في مواقف الجهاد الصعبة كما مر بنا فقد كان يستعين به في تبليغ دعوة الإسلام والقضاء بين الناس في خصوماتهم ثقة منه صلى الله عليه وسلم في رجاحة عقله وتقواه وحلمه قال علي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني إلى اليمن ويسألونني عن القضاء ولا علم لي به قال ادنو فدنوت فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فلا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين بعد يعني ببركة دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو لا يعزو ذلك إلى رجاحة عقله ولكذا وإنما إلى دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المستجابة ولم يكن هذا المعنى غائبا عن كبار الصحابة ارضوان الله عليهم فقد كانوا يعرفون منزلة علي ومكانته الكبيرة في العلم وقدرته على القضاء والفصل في أعقد الخصومات وقد شهد له بذلك عبد الله بن مسعود فقال كنا نتحدث عن أقضى أهل المدينة أو أن أقضى أهل المدينة يعني أعلمهم بالقضاء هو علي بن أبي طالب وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن يعني يتمنى أن يكون علي حاضرا وشاهدا وفاعلا في مثل هذه الخصومات وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره ده في العلم وقال سعيد بن مسيب ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب وسئل عطاء أكان في أصحاب محمد من هو أعلم من علي قال لا والله لا أعلمه وقال ابن عباس لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم وأيم الله لقد شاركهم في العشر العاشر يعني حتى العشر لم يعني يكن خلوا من العلم فيه فكأنه كان يعني في نظر هؤلاء الصحابة هم يشهدون له بالعلم والتقوى والصلاح لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه كان يتصف بأخلاق العلماء وهكذا كان غرس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم معلم عرفته البشرية حيث رب أصحابه على مكارم الأخلاق واكتشف مواهبهم وما يمتازون به فأرشدهم ودلهم على الطريق وأما زهده وعدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالأخبار في ذلك كثيرة جدا ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى بعضها فقد روي عن محمد بن كعب قال سمعت علي ابن أبي طالب يقول لقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع وإن صدقتي لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار يعني هو بتكلم عن عطائه أو راتبه فيما بعد أنه أربعة آلاف دينار لكن بيتكلم عن أنه كان في يوم من الأيام بيربط الحجر من شدة الجوع على بطنه فلم يحرس علي رضي الله تعالى عنه على المال ولم يؤثر عنه أنه ادخر مالا وقد ذكر ابنه الحسن أنه لم يترك بعد موته إلا ستمائة درهم وقال سفيان الثوري ما بنى علي لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وقد قيل في تفسير قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنها نزلت في علي بن أبي طالب وقال مجاهد في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال إنها نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل درهم وبالنهار درهم وفي السر درهم وفي العلانية درهم أي إنه كان حريصا على أن ينفق في كل الأوقات وقد تولى علي رضي الله تعالى عنه خلافة المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة من سنة 35 لكن الفترة التي تولى فيها الخلافة كانت فترة فتن واضطراب وخلافات كبيرة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين انتهت بمقتله رضي الله عنه على يد أحد الخوارج واسمه عبد الرحمن بن ملجم ولما قبض على ابن ملجم وأدخل على علي قال أطيب طعامه وألينه فراشة فإن أعش فأنا ولي دمي عفوا أو قصاصا يعني أقتص منه وإن مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين يعني يقتل بما جنته يداه وقد بدأ الغلو والتطرف في تلك الفترة وظهرت التأويلات الفاسدة للقرآن الكريم والأحاديث الشريفة ولا عاصمة من ذلك سوى بالرجوع إلى العلماء وأهل الذكر وشيوع الحوار بين الناس بدلا من إضمار العداوة والغل والكراهية والرغبة في الانتقام حيانا هذه الفترات الشديدة الحساسية التي تمر بها الأمم والشعوب تنتج يعني عدم وضحف الرؤية يكون من نتيجة هذا الأمر إما تشدد غلو أو تفريط في الدين وفي التمسك بالأخلاق كما نرى في بعض الأوقات لذلك على العقلاء وعلى العلماء يعني أن يقوموا بدورهم المنوط بهم في مثل هذه المراحل لا يتركوا الناس ويجمعوا المال أو يعني يخافوا من ذي سلطان فيعني تصبح الأمور أسوأ مما هي عليه لذلك بدأت يعني نقدر نؤرخ لانقسام الأمة وحدوث الفتن في تلك المرحلة الحرجة التي قتل فيها عثمان ومن بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وقد مثل مقتل علي رضي الله تعالى عنه فجيعة حقيقية للمسلمين فحزنوا جميعا على ما أصابه وأصاب أهل بيته وأصاب أهل بيته بسبب تلك التأويلات الفاسدة والانحياز الأعمى لفريق أو لشخص يعني نحن نترضى عن الصحابة أجمعين وندين من قتل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني نختصمهم عند الله يوم القيامة ونسأل الله عز وجل أن يجمع هذه الأمة وأن يجمعها يعني على ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن جميل ما قيل فيه من شعر وينسب إلى أبي الأسود الدؤلي الذي يرى كثير من العلماء أنه المؤسس الحقيقي لعلم النحو كما يقال وهذه الأبيات يقول فيها ألا يا عين ويحك أسعدين ألا تبكي أمير المؤمنين وتبكي أم كلثوم عليه بعبرتها وقد رأت اليقين ألا كل الخوارج حيث كانوا فلا قرت عيون الشامتين أفي الشهر الحرام فجعتمون بخير الناس طرًا أجمعين قتلتم خير من ركب المطايا فذللها ومن ركب السفينة ومن لبس النعالة ومن حذاها ومن قرأ المثاني والمئينة وكل مناقب الخيرات فيه وحب رسول رب العالمين لقد علمت قريش حيث كانوا بأنك خيرها حسبًا ودينا إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راق الناظرين وكنا قبل مقتله بخير نرى مولى رسول الله فينا يقيم الحق لا يرتاب فيه ويعدل في العدى والأقربين وليس بكات من علما لديه ولم يخلق من المتجبرين رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ووالد الحسن والحسين رضي الله عنهما وأول من أسلم من الصبية وحامل راية الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المشاهد وأول فدائين في الإسلام يفتد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه ويبيت في فراشه ليلة الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وانسنّا بالسلامة والتبعه دا إنها ليلة الجمعة المباركة التي يسنّ لنا ويجب علينا كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلى وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون وصلى وسلم على نبينا محمد ما غفل عنه الغاتلون إليه بالدين أخي الحبيب سعادة الأستاذ دكتور وجيه هكذا أنت كل خميس تحوذنا عن نغره من بحر علمك فاجعله الله بموازين حسناتك وجزاكم الله خيرا وحفظك وكثر من أمثالك موضوع الليلة موضوع عظيم موضوع كبير موضوع حقيقة يجب أن نقف عنده كلنا جميعا ونتمع فيه أنه علي بن أبي طالب أول من أسلب من الصبيان وكما ذكرت أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم في مدرسته وتربى في حجره فهني أن له ذلك علي بن أبي طالب النموذج الفريد جدا وهو وأبنائه أحل العزاء والذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في السنة في موضوع نصارى نجران وقال هؤلاء الأهل بيتي وأراد أن يباهج بهم أهل نجران ولكنهم عندما رأوهم وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسنين راجعوا عن المباهلة وقالوا أنهم لو دعوا الله لحد الجبال هكذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه زوج فاطمة البتوب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأي شرف هذا الذي ناله علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لا بد أخي يا دكتور وجي أن تعطينا دروسا كثيرة عن علي رضي الله عنه ورضاه هو الصحابي الجليل هو الصحابي العظيم هو الصحابي القطر هو الصحابي الذي قتل عمر بن عبدود أشرس وقطر الجزيرة العربية وقطر قريش في حزمة الأحجاب وهو الذي قتل مرحب بطل اليهود في خيبر وهو الذي فعل الأفاعل في بذر مع حمزة رضي الله عنهما باقي الصحابة الكرام وهو الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن علي بن أبي طال المدرسة العظيم يجب أن نتعلمها تعلم منها كثير إنه رجل الإيمان رجل المحبة رجل البطولة رجل الحكمة رجل رضاه النبي صلى الله عليه وسلم وياك فيه وداع لك شكرا دكتور وديه شكرا دكتور وديه شكرا يا دكتور وديه جزاكم الله خيرا الأخ الحبيب والغالي سعد الدكتور محمد الشريف ربنا يعزك ويبرك فيك وكل الأخوة والأخوات في النخبة الثقافية العربية المحترمين والموقرين وطبعا هذا غيض من فيض يعني سيرة تعليمنا أبي طالب والصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين يعني سير ثرية وغنية ونحن لا نستدعها بغرض يعني مجرد فقط يعني أننا نتحدث عن الماضي ولكن كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاحهم فنسأل الله عز وجل أن يكون هؤلاء الصحابة ملهمين لنا وقدوة وأسوة حسنة كما جاء في الحديث أو في الأثر أو في القول يعني المشهور أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم أو بأيهم اقتديتم اهتديتم فنسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا حبهم لأن حب الصحابة هو يعني بأمر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحب أصحابه وأن نقتدي بهم وأن لا نسبهم وأن لا نتجرأ عليهم كما يحدث من بعض الفئات كما تعلمون فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم وأن يحشرنا في زمرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وإن شاء الله نستكمل مع الصحابة يعني في الأسابيع القادمة بمشيئة الله على قدر يعني ما يوفق الله عز وجل لذلك ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد اللهم آمين ترجمة نانسي قنقر